ما راح قابلك الوضع الاقتصادي والوثيقة الاقتصادية ب четين ونص اي شرح فيها وجق نظرك تهي الوثيقة الاقتصادية والوثيقة الاقتصادية باختصار شديد لان بوتين ما تكفي يعني الوثيقة فيها اشياء زيني وفيها اشياء انا ليتحافظ عليهم ما في نموذج يعني إحنا لو ناخذ نموذج الدول المتقدمة نحن الذي تختلفه عن اللى قدمه الجماعة المالان أنا حضرت في اللجنة المالية الحقيقة ما قصروا الإخوان دعوني وبينت لهم أنه فيه أشياء كثيرة نتفق فيها لكن فيه أشياء نختلف فيها أيضا الموضوع الثاني اللي هو يعني ما فيه تدرج مناسب ومقبول نعم يعني على سبيل المثال عندما تكلم عن الأجيال المقبلة طيب ما الهدر اللي قاعد يصير في الميزانية يأثر على الأجيال المقبلة الفساد قاعد يأثر على الأجيال المقبلة ليش بس الآن لازم نسوي رسوم الكهرباء والماء بسرعة عشان نحافظ على الأجيال المقبلة والفساد والهدر قاعد ينهب الأجيال المقبلة نهب أنا قلت لهم في مجلسهم قلتهم أتمنى وزير المالية يطلع بالشهر مرة زين يقول هذه البنود من الميزانية اللي خفضناها وهذه الأمور اللي لقينها مو مناسبة تقارير دول محاسبة قاعد تهمل يرفض مشاريع معينة لزيارة كل فتاة ويروحون يوافقون عليها هذا مو هدر أيضا الحقيقة الأجيال المقبلة فإذن الحقيقة القضاء على الفساد والهدر هو الأساس هو الأول شيء بعدين لما تي زين الحكومة لازم تكون أيضا قرب وحسنة المصاريف اللي شافينها في الحكومة على سبيل البذخ ها للوزراء والوزولين يا أخي العزيز المجلس الأمة الحالي سوى 13 هيئة آمة ومستقلة وملحقة 13 كلها مال هداعي الحقيقة كلها مال هداعي مال هداعي كلها كان ممكن تطلع فيها مرسوم مقانون تلحق بوزير من الوزراء بعض الهيئات هذي مو كلفة الحقيقة الآن في الوثيقة مكتوب بالحرف الواحد أنه رح ينسعى لدمج أو إلغاء بعض الهيئات متوقع أنت وقريتها الحين تلغونها الحقيقة تناقض الحقيقة عندك مثلا موضوع كل بلد في العالم لما تمر في أزمة الكبار يساهمون قبل الصغار مو الدول المتقدمة اللي ممكن نأخذها كنموذج عندهم ضريبة دخل وضريبة أرباح الشركات وضريبة البيئي تي البنيو عالي التاكس اللي هي المشتريات كلها ملؤوها الحكومة والمجلس راح أوسير أجيب المواطن راح أوق الكهرباء الكهرباء والماء انتو طب انتو ما هو على تغرير بلير وما كزيو البنك الدولي ولا لا كل هذه تغرير أنا قاريها فيها ضريبة على الرجال العمال على أرباح الشركات ليش هديتوها راح أوسير أجيب المواطن الحقيقة طيب ما علي ولكن سؤال ممقاطعة ذكرت مطلح حديثك أني أتفق وأختلف من كلامك واضح أنها ما تتفق نهائيا لا قاري قولك أولويات قالوا على سبيل المثال في الوثيقة أنهم بيزيدون رسوم أو إجارات أملاك الدولة صحيح ما صارت أمس أو اليوم اللجنة المالية قرر زيادة الكهرباء اللجنة المالية في تقريرها اليوم زادت الكهرباء على 71% ونص من بيوت الكويت الحقيقة زادت عليهم الكهرباء اليوم وينكم عن أملاك الدولة ما زدتوها وينكم عن التأمين الصحي لا يحتاج قانون تأمين صحي قرار من ملجلس الوزراء التأمين الصحي القانون الذي يسويناه في 99 الحقيقة 50 دينار كان ومترك الحكومة أنها تزيدها نعم عندنا ثلاث ملايين وافد نعم الآن تارسين المستشفيات الكويت ينجي مكان في المستشفيات تارسين المستشفيات